من دلوقتي تقدر تعمل مئات الشتلات من أي صمرة تحب تعمل منها انباتل البزور وتعمل منها الشتلات بدل ما تشتريها من المشتل اعملها في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة تابعني الفيديو ده قصير بس هتستفيد منه جدا 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 الكلام في المختصر المفيد هتجيب الصمرة بتاعتك أطلع منها البزور بتاعتها زي صمرة الطماطم كده نقدر نطلع البزور بطريقة سهلة جدا صمرة الفلفل كمان الفلفل الحرق والحلم وساملة البزنجان. نقدر نطلع منها البزور بتاعتها. وانفراغها. ممكن ان نشفها وممكن نعملها على طبق. نجيب اي حاجة صغيرة. زي ما حدك شايف كده. بس اهم حاجة تبقى عاملها فتحات تصريف. فتحات التصريف دي. انا بحب اعمل استنبات للبزور في البتموس. لانه بيئة سهلة جدا. البزرة تنبت. والبزور تبدأ تشتغل فيها. نحطها كده بطريقة بسيطة جدا وبالراحة. وكمان هنعمل عملية تقليب كده بسيط للتربة بتاعتنا وسطح التربة. نغطيها او بطبقة رمل بسيطة جدا. وبعد كده نعمل لها راية غمر. راية غمر مرة واحدة بس. هنغمر البزرة بتاعتنا بشوية مية وبنغطيها عشان نوفر لها جو مناسب ان هي تنبت. رطوبة عالية ودرجة حرارة كويسة. نحطها في مكان اضاءة عالية شوية. بعد كده البزرة نبتت زي ما حدك شايف كده بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش هتكلفك حاجة تقدر تعملها ويبقى كده عندك مئات الشتلات الموجودة عندك في البيت ممتهى السهولة. يا ريت لو مش مشترك اشترك في القناة. وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد اول باول. دلوقتي بقى عندك مئات الشتلات من صمرة واحدة بس. ننقل بقى الشتلة بتاعتنا لما الورق الاساسي بتاع الصمرة يطلع. مسلا دي صمرة الطماطم الورق الاساسي بدأ يطلع ههو. دي كده مستعدة انها تتنقل بطريقة سهلة جدا نعمل لها تفريد كل فرع في بوت واحد. لو عندك اي سؤال اي سفسار او اي حاجة حابب تضيفها للقناة ارحب بحضرتك في كومنتات تحت.